نروح لتمرينة الأهلي النهاردة النهاردة يعني تمرينة وبكرة ميستر كولر قرر أن يكون فيه راحة للفريق وبعدها يرجع يتمرن مرة تانية إن شاء الله بداية من يوم الاثنين وكل ده استعدادا لمطش المقاولين يوم 27 طبعا ده جزء من الأطاة التمرين النهاردة في الملعب خلييني أقولكم أنه متولي النهاردة شارك في التمرينة بس يعني لف التراك جري كده في التراك طبعا يعني محطوط له برنامج تأهيل معايب بينفزه وطمينكم على حمدي فتحي حمدي فتحي ما شاركش مع المنتخب مبارح لأنه حس ببعض الإجهاد العضلي فالجهاز الفني والطبي في العضلة الخلفية تحديدا فالجهاز الفني والطبي قرروا أنه هما ما يغمروش به ويرايحوه وما شاركش حتى في التمرينة بتاعة يوم الخميس فهيخضع بقوة يعني مجرد ما يوصل للكويت هيخضع لكشف عن طريق دكتور أحمد أبو عاملة أبو عاملة عشان يتطمن ونعرف القصة الخاصة به طبعا ده متولي زي ما حضرتكم شايفين واللي باسم ماسك ده منعم بعد العملية اللي عملها في مناخيره وإن شاء الله بإذن الله أعتقد أنه منعم هيكون جاهز قبل مطش المقاولين حتى لو اضطر أن يلعب بماسك لكن يعني بدنيا وفنيا جاهز إن شاء الله المقاولين العرف في الكاس لكن متولي اللي ممكن يكون لسه قدامه شوية لكن الأهلي مليان والحقيقة احنا بتديني الموسم بفول سكواد فما منقلقش على إصابة أو اتنين ماعتقدش أن هم هيكونوا مؤسرين بالنسبة لمستر كولا